أكد المستشار عبدالله البعينين رئيس هيئة التشريع والإفتاء في تصريح خاص لمركز الأخبار أن منظومة التشريعات والقوانين في مملكة البحرين تتسق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 وأهدفها البعينين أشار إلى أن الملتقى الحكومي 2016 وضع إطارا قانونيا لتعزيز منظومة التشريعات وتطويرها لتكون أكثر قدرة على التنفسية على مستوى الدول الخليج والعالم الهيئة منذ إنشاءها وهي تقوم بدور محوري وأساسي في وضع المنظومة التشريعية القانونية في صورة رصين أو صورة يقوم بها مختصين ومستشارين قانونيين على درجة عالي من الكفاءة حتى تكون البيئة القانونية بيئة تنافسية بيئة قادرة على أن تكون صالحة للتطبيق وفيما يتعلق بيئة التشريعات التي تتفق على منظومة الرؤية الاقتصادية 2030 منذ ترشينها في 2008 وحتى تاريخها صدرت مجموعة من التشريعات التي تعنى بيئة الرؤية الاقتصادية 2030 وتتواكم معها لتضع البحرين على خارطة التنافسية على مستوى الأقليم في دول مجلس التعاون على المستوى العالمي باعتبار أن المنظومة التشريعية هي الأطار القانوني التي تجعل من البحرين واحدة من الدول التي تكون قادرة على التنافسية وقادرة على أن تستجذب رؤوس الأموال وتستجذب المستثمرين من الخارج إلى الداخل حتى تكون هناك نوع من الوضوح في تلك المنظومة التشريعية منذ الملتغى الحكومي وصمو ولي العهد وضع أيضا إطار قانوني لتعزيز ما صدر من تشريعات منذ 2008 وحتى الآن وتعزيز هذه المنظومة بمنظومة تشريعية أخرى تجعل من الرؤية الاقتصادية 2030 قادرة على التطبيق قادرة على التنفيذ قادرة على أن تكون في وضع تنافسي على مستوى دول مجلس التعاون على مستوى العالم أيضا ترجمة نانسي قنقر